مؤتمر ميونخ الذي كان بمشاركة عراقية فعيلة نقشت خلاله مواضيع عدة منها توفير الدعم الاقتصادي والامني له لتأتي تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي مكملة للدعم الدولي والاقليمي لحرب العراق ضد داعش وليعلن أن العام الحالي سيكون عاما يشهد نهاية التنظيم بالإضافة إلى إنهاء المجامع المسلحة الاتباة البعض منها ينتحل مسمى الحجد الشعبي لتنفيذ جرائم الخطف والسرقة والاختيال هناك بعض المجموعات التي لا تسيطر عليها الدولة ونحن لن نسمح بذلك أي سلاح لا تسيطر عليه الدولة غير مسموح به وغير مقبول ونحن نقاتل وجوده وينبغي إلغاؤه مراقبون للشأن السياسي أشاروا إلى أن على العبادي اشتثاث أي جهة تحمل السلاح خارج إطار الدولة وتعمل على أرباك العمليات العسكرية في محافظات البلاد مطالبين إياه بالكشف عن تلك المسميات والجهات الإجرامية أعتقد هناك أطراف تدخل في إطار هذا الموضوع وتستغل مثل هذا الأمر وبالتأكيد يجب أن يكون هناك قوالب أفساسية طالما تحدثت المادة التاسعة من الدستور حاصل السلاح بيد الدولة يجب أن يكون هناك قوانين ضابطة هذه القوانين الضابطة هي التي تمنع مثل وجود خلال أمني مجتمعي يؤدي إلى ضرار بالمواطن العراقي مثلما اليوم هناك خطر داعش هناك أيضا خطر لهذه العصابات التي تحاول أيضا أن تسي إلى القطاعات العسكرية والشرطة الاتحادية أو حتى ما يسمى بالحجر الشعبي إذا كانت مثل هذه المجموعات موجودة على الأرض فلتسمى بأسمائها حتى لا تختلط الأوراق الجيد السلبي بالإيجابي هذا عملية غير صحيحة أما أم تكون في أي بلد هناك قد تكون مجاميع غير منضابطة هذا مسألة عادية في أي دولة بالعالم وعلى الحكومة أن تعالج هذا الموضوع عودة العبادي من ميونيك قد تحمل بين ضياتها الكثير ولعل الملف العسكري سيكون أبرز اهتمامات الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة تصريح رئيس الوزراء بشأن ضرب المجاميع المسلحة والتي تنتحل صفة جهات عسكرية لتفيذ جرائمها على أرض الواقع ربما قد يحتاج إلى وقفة حقيقية بين كتل السياسية والحكومة بحسب مختصين لضرب المجاميع الخارج عن القانون وحصر السلاح بيد الدولة إدراهيم المحمود قناة المدى بغداد